ما معنى الديمقراطية؟ حرية تعبير حرية الصحافة حرية التنظم مش هذي الديمقراطية الديمقراطية هي سيادة الشعب الإدارة الجماعية للشأن العام الديمقراطية المفهوم هذا اللي ذربوه ذربوه هما لاتحاد الأوروبة والأمريكان امسي أهبط للسرع امسي احكي مع العباد مش معنى الديمقراطية يقول لك حرية التنظم حرية التعبير حرية التظاهر ما هيش هذيك الديمقراطية الديمقراطية هي سيادة هه هي سلطة الشعب هي مصدر السلطات هي إدارة هي إدارة Τοان العام ويعني نحن في المحصلة تونس ومريكا لا محمد! لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأمريكية ينزموا ويعطون الدروس في الديمقراطية وقت اللي الثورة التونسية صارت وقت اللي الثورة التونسية صارت مشيلش نتعصب ولكن مشيلش شعبوي وقت اللي الثورة التونسية صارت لفيه بابيون العباد خرجت في قلب النظام الرئاسمي باللغة العربية الشعب يريد سقاط النظام لأنه تونس فتحت هذا فتحت عشر جديد عشر جديد عشر سياسي جديد خاص بالقرن 21 تونس أم قيس سعيد وقبلها نوي دوبو كانت بعد الثورة التونسية كما كان التأثير في الدول العربية كان التأثير في الدول يلجم تكون عنا راهو كذلك يلجمنا نعرف اللي التجربة والثورة هذه نحن نحبه نبنيه عليها نموذج آخر مختلف على النموذج الأوروبي اللي يكتبونا في اللوايح 14 نقطة مع أنه حتى علاقة نحن بالمسائل هذه الكل هذه أجندة الاتحاد الأوروبي في تونس وقاعدين يمرش في الضغوط ثم محمد خايفين لأنه العالم تغير اللي هو معادس مسألة متاع مونو بولاغيتي عالم تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومعاهدات واتفاقيات مع الناس الحق أنه رجعوها لأنه اتفاقيات استعمارية خايفين من مشروع قيس سعيد مثلا خايفين من من كالية شبيبة المشروع تبروه قائد أممي وليس قائد وطني فقط لا لا ترف مشروع خايفين عليها خايفين من قيس سعيد لا يكون مشروع تماس فانكاراثين مثلا ولما لا بالحق ولما علش من منوش علش علش عنا هالنظرة الاحتقارية هالنظرة نتحفي سؤال لا 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 بقونيش مقتوش طرح سؤال مش نجاوب في كنتي مش نجاوب في كنتي محمد نحن اليوم خايفين الناس هذية خايفة من إمكانية خلق نموذج ديمقراطي آخر مختلف نموذج ما هوش كوني لأنه الديمقراطي ما هيش نموذج كوني نموذج ماد ان تونيزيا يعملوه التوينسا يتخلق بالذكاء التونسي وبأيادي تونسية ومنروح الثورة التونسية هذا يكم يخوف الخليج يخوف الأوروبيين والأمريكان اشتركوا في القناة